السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلم بكم امتبعيني القرام امتبعيني القناة من الاخر وخلاصة معكم محمد نور الدين ترتيب فرق الدوري الفرنسي وترتيب الهدفين ونتائج مباريات اليوم او بعد مباريات اليوم الاحد 18-4-2021 ونهاية الجولة السلسة والسلسين من الدوري الفرنسي امتبعيني القرام بدأت مباريات الجولة بتاعد الليل امامهم بليه 1-1 هزيمة انجي امام رين 0-3 امام ارسيليا فاز على لوريان 3-2 اما اليوم الاحد 18-4-2021 باريس انجيرمان فاز على سانتيتيان 3-2 احرز هدف باريس انجيرمان كليان امبابي في الديئة 79 وضربة جزاء لكليان امبابي في الديئة 87 ومورو ايكاردي في الديئة 94 عدفي سانتيتيان عن طريق دينيس بوانغا في الديئة 78 ورومان حمومة في الديئة 91 ديجون فاز على نيس 2-0 بريست تعادل ام لانس 1-1 بردو خسر 0-3 امام موناكو احرز هدف موناكو الثلاثة كيفين فولند في الديئة 29 جيلسون مارتينيس في الديئة 47 وستيفان يوفيتش في الديئة 90 متبعين الكرام نانت خسر امام ليون 1-2 احرز هدف ليون منفس ديباي في الديئة 5 ومنفس ديباي من درب الجزاء في الديئة 37 هدف نانت عن طريق نيكولاس بالويس في الديئة 60 متبعين الكرام خلنا نتعرف على ترتيب فرقة دور الفرنسي ثم نتعرف على ترتيب الهدفين بعد انتهاء مباريات الجولة 33 اليوم الأحد 18-4-2021 متبعين الكرام متصدر ترتيب فرقة دور الفرنسي ليل في المركز الأول ب70 نقطة بريستان جرمال المركز الثاني ب69 نقطة موناكو في المركز الثالث ب68 نقطة ليون المركز الرابع ب67 نقطة لانس في المركز الخامس ب53 نقطة مارسيليا المركز السادس ب52 نقطة رين في المركز السابع ب51 نقطة مومبيلي المركز الثامن ب47 نقطة ميتز المركز التاسع ب43 نقطة نيس المركز العاشر ب43 نقطة ستادريمس المركز الحدي عشر ب41 نقطة أنجي في المركز الثاني عشر ب41 نقطة سانتيتيان المركز الثالث عشر ب39 نقطة سترازبورج المركز الرابع عشر ب37 نقطة بريست المركز الخامس عشر ب37 نقطة بوردو المركز الثالث عشر ب36 نقطة لوريان المركز الثالث ب32 نقطة نيوم وليمبيك في المركز الثامن عشر ب31 نقطة وننت المركز التاسع عشر ب28 نقطة دي جون المركز العشرين والاخير بثمنتاشر نقطة. خلال نتعرف على ترتيب الهدفين. متمعين الكرام كلانين ببي احرز هدفين اليوم في مبارات باريس. بالتالي اصبح متصدر الهدفين او زاد يعني عدد زاد رصيده. في المركز اللي اول باريس اه كليانين ببي لعب باريس ان جرمان بتلاتة عشرين هدف. المركز الثاني منفز دبي بعد احرز هدفين ايضا اليوم. لاعب ليون بثمنتاشر هدف. مركز ثالث وسام بني ادر لاعب مناقب سامعتاشر هدف. المركز الرابع كيفين فولند لاعب مناقب خمستاشر هدف. مركز الخامس. بلاي دي لعب ستاد ريمس باربعتاشر هدف. وفي المركز السادس اندي ديلور لاعب مومبيلية وتوكو او كان بلاعب ليون ومويس كين لاعب باريس ان جرمان. وامين غير لاعب نيس وغايتال لابورد لاعب مومبيلية ولودفك او جورج لاعب ستراسبرج كل من هما اتناشر هدف. خلنا نتعرف على ترتيب صنوع الاهداف. متمعين اتسامعه جونسان بنبا لاعب ليل ومنفس دبي لاعب ليون. المركز الثاني اندي ديلور لاعب مومبيلية صنع سمينة اداف. واليكساندر جلوفيل لاعب موناكو وديمتري بايت لعب مارسيليا. وفي الارنتو فين لاعب مارسيلي ايضا وغايتال لابورد لاعب مومبيلية وزينة دين فرحات لعب دون اولمبيك. المركز الثالث غايتال لابورد لاعب ريس ان جرمان وكيف من فولند لعب مولاكو وأمرت انت ري لعب آآ رين كلهم من هما صنع سبعة اهتف كان معكم محمد نورديمون قناة من اخر وخلاصة اشترك في القناة فعل زر الجرس اعمل لك الفيديو نراكم في فيديو اخر بازن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته